لانه بيقم من مرض الروشة ومن الامراض الفيروسية ومن الامراض البكتيرية وبيقم من امراض كتير جدا فياريت بجد تحافظوا على انكم تحطوه للحمام عندكم وللطيور للطيور كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حباب قلبه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا لازم كلنا نهتم بجد ان نحن نحطهم لطيورنا في الفترة دي لان الحاجات دي بتشتغل تحصين ووقاية وعلاج في اكتر وقت المفروض نحطه لطيورنا الوقت اللي هو اللي احنا فيه ده اللي هو فرق بين الشتة والصيف او فرق بين الصيف والشتة فرق الفصول ده يا جماعة بتكتر فيه المشاكل وبتكتر فيه الامراض وبتكتر فيه الفيروسات ومعارفين بقى وموضوع الشوطة اللي برضو موجودة اليومين دول عند الطيور ربنا يكفينا شرها جميعا يا رب طيب هنعرف دلوقتي الحاجات دي عبارة عن ايه وهنعرف فوايدها ايه وبتتكون من ايه وبنحطها قد ايه للطيور بتاعتنا وبرضو الافراط منها بيقدل ايه تمام كده بس في الاول عايزين يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الى يوم الدين مبدأين كده لو انتم مش مشتركين عندي ينزلوا تحت على الزرار الاحمر دوسوا عليه هتلعلكم جرس دوسوا على الجرس هيتعلكم تلات اجرس دوسوا على اول جرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان في ناس كتير بتشتكي من ان هي مش بيوصل لها اشعارات لما بنزل فيديوهات وكده تمام ويا ريت بقى ما تنسونيش من اللايك طيب ايه الحاجات اللي انا هقول عليه او ايه الحاجتين دول اللي انا هقول عليه حاجتين مهمين وسهلين جدا موجودين في كل بيت التوم واللمون بصوا ده اللمون ده طبعا المية دي هقول لكم دلوقتي انا عملت التوم ازاي بطريقة سهلة جدا التوم دي يا جماعة مش اللي هو التوم التوم دي عبارة عن العصوم بتاعت التوم الاخضر انا طبعا جبت التوم اخضر طبعا كل سنوة وانتم طيبين دلوقتي الموسم بتاعت التوم اغتنموا الفرصة يا جماعة اغتنموا الفرصة بجد التوم بيبقى اخضر وبيبقى جميل وبيبقى مليان بالفوائد والفيتامينات وطبعا انتم عارفين العروق بتاعت التوم اللي هي الخضرة دي بتبقى مليانة بالفيتامينات فاغتنبوا بجد الفرصة طيب في الاول عايزين نقول فوايد الخلطة دي ايه او فوايد التوم مع اللامون في الاول التوم طبعا يا جماعة احنا عارفين التوم بيطهر المعدة والامعاء وبيقضي على البكتيريا الضرة وبينشط الجهاز الهضمي كمان ليه التأثير المضاد الحيوي ليه التأثير المضاد الحيوي علشان كده بيكافح طبعا امراض كتير وبيزيد من كفاءة الجهاز المناعي بيساعد على تقوية اعصاب الحمام لانه بيعمل كمنشط جنسي وبيزود الخصوبة وبيزيد الانتاج لانه طبعا بيزيد الخصوبة في ذكور الحمام تمام التوم ليه دور كبير في تنشيط وتحريك وتحفيز دورة دموية عند الحمام ده طبعا بيوسع قريطة الحمام وبيخليه حيوي طول الوقت فمش بيزود وزنه لان حيويته دي بتخليه ايه دائم الحركة والنشاط طبعا لما الحمام بيبقى وزن خفيف فبيبقى سهل في الطيران وطبعا الناس اللي هي ايه بتشترك في السباقات والكلام ده بيبقى مفيد قوي ايه للحمام لو هتحطوه لو الناس اللي هي بتشترك في السباقات برضو كنت قلت معلومة كده ان هو لو هتحطو التوم للحمام فبيبقى قبل قبل ما الحمام يطلع السباق بحوالي اقل حاجة يومين او ثلاث تيب لان التوم بيخلي الحمام يسحب ماء كتير فطبعا الحمام في السباق اه بيبقى اه عطشان لو قدمت له التوم يعني قبل السباق على طول حمام بيبقى عطشان فبيدور على على اي مصدر للمية وهو طايل فطبعا ده بيه بيعطاله عن موضوع السباق فياريت يفضل يعني انكم لو حتحطوله التوم يبقى قبل السباق بحوالي تلات اربعة حوالي يومين او تلاتيين وممكن بعد السباق بيومين تمام كده كمان بنستخدمه للحيوانات والطيور بجميع انواعها يعني طبعا للوقاية وللعلاج الاولي يعني لو فيه امراض في الاول بيقضي عليها تماما كمان زي ما قلت لكم في الاول انه هو كتحصين للطيور يعني بجد المفروض الفترة اللي احنا فيها دي اقل ما في الموضوع اقل شيء ان احنا نستخدم التوم مرة اسبوعيا مرة دي اقل حاجة يعني من مرة لمرتين كل اسبوع اه في الوقت اللي احنا فيه ده للوقاية برضو من الامراض لانه بيقوا من مرض الروشة ومن الامراض الفيروسية ومن الامراض البكتيرية وبيقوا من امراض كتير جدا فياريت بجد تحافظوا على انكم تحطوه للحمام عندكم وللطيور للطيور كلها وكمان هو بيعزز جهاز المناعة فعشان كده بيحافظ على على الجسم الطير ان هو يدخلوا اي مرض فيروسي او بكتيري في الوقت اللي احنا فيه ده اللي هو منتشر فيه الامراض كمان لعلاج السموم اللي بتصيب بعض الطيور عن طريق الاكل او عن طريق اه تسامم الدم اللي طبعا بيبقى في الغالب من الاجهاد القوي وسوق التغذية طبعا اتكلمت معكم قبل كده عن موضوع سوق التغذية وعرفنا ايه هو سوق التغذية تمام كده اه برضو بيقضي على اغلب الفيروسات اه عند الطيور وبيحد من انتشارها منش تعامل الدورة الدموية وبيساعد على سيولة الدم ده بيجنب اه حدوث جلطات للطيور اه خاصة اللي هي ايه بتشارك اه في السباقات الطويلة كمان بنستخدمه اه للحمام لو عنده كوكسيديا او ديدان اه طبعا بتبقى الجرعة من اه تلات ايام لخمس ايام يعني على حسب ايه شدة الحالة اللامون طبعا عارفين وعارفين فوائده اه اللامون طبعا اه بيقضي على اي مكروباتة بتبقى في البق وبيعقم البق كويس جدا اه اللامون الحامض مش بيضع في المعدة ولا الامعاء بالعكس اه بيكون عامل لتقوية جدار المعدة والامعاء طبعا اه بيفتح الشهية جدا طبعا اضافة التوم مع اللامون في الوقت اللي احنا فيه ده طبعا بيحافظ على الطيور بتاعتنا من الامراض المنتشرة والفيروسات اه والشغطة والحاجات دي كلها اه يا ريت نحطه للطيور زي ما قلت لكم مرة على الاقل لاسبوعين وبكررها للمرة التالتة نحطه للطيور مرة اسبوعيا يا جامعة طيب هنعملو ازاي هقول لكم دلوقتي بقى هنعملو ازاي بصوا ده التوم اخضر التوم اللي اخضر انا جبته وفصصته طبعا وفرست التوم حطته في الفريزر يعني بتضربه كده وبحطه في الفريزر باخد بقى العصوم الخضرة بتاعته دي مش برميها عصوم الخضرة دي قطعتها وعملتها زي ما انتم شايفين كده المية يعني المية سخنت مش بغل المية المية اول ما بتبتدي تسخن بحط فيها التوم وبسيبه منقوع فيها ممكن حوالي ممكن من ساعة لساعتين لحد ما بلاقي بصوا لون المية بقى شكله ايه لون المية بقى اخضر اهو بالشكل ده اه بعصر الحاجات الخضرة دي يعني بعصرها كويس اوي بصفيها وبعصرها كويس اوي وبحطها اهو زي ما انتم شايفين كده بعصر عليها بابتدي بقى ايه اعصر على كمية دي لامونتين محترمين اللامونتين دول بحطهم على سقاية حوالي خمسة لتر اهو زي ما انتم شايفين كده وابتدي طبعا احطه على السقاية زي ما قلت لكم وبزود عليه المية بكملها خمسة لتر مية على لامونتين لامونتين على كمية التوم دي بحط عليها خمسة لتر مية اهو في السقاية دي واحطها بقى للحمام يشربها طيب بقدمها ازاي بقى للحمام اهم حاجة يا جماعة ببقى شايلة السقاية من بالليل ببقى شايلة المية من قدام الحمام بالليل من بالليل او ببقى ايه حط له م عطشان قوي. يعني حتى الناس اللي هي بتسيب الحمام عندها تقفل على الحمام بحيس انه برضو ما يخرجش ايه يشرب من اي حتة تاني. لان الحمام طبعا بيبقى طعم التوم اه صعبة بالنسبة له فما بيرضاش في الاول يشرب من المياه. يبتدي يدوق في المياه كده زي ما انتم شايفينه طبعا مع العطش انا المعطشاه قوي يعني من بالليل مش حتى قدامه مياه. اشيلا المياه. والصبح يعني اتأخرت شوي على ما طلعت له. فبصوا كان بقى جاب اخره من العطش. فطبعا حطيت له برضو الاكل في الاول. اه مهم برضو ان انا حطت حط له الاكل في الاول. برضو لما هيكل هيعتش او يبصوا لما عطش فهو غصب عنه بقى هيروح للمياه هو طبعا مش حابب تعمل مياه بس غصب عنه هيشرب منها لان هو عطشان جدا. اه تمام. طيب في حاجة برضو عايز اقول لكم عليها. التوم زي ما هو فويده طبعا كتيرة لا تعد ولا تحصى الفويد اللي انا قلت عليها دي وممكن تكون فيه فويد برضو اكتر من كده بكتير. اه بس برضو لها اضرار. زي ما قلتكم قبل كده. الحاجة اه لو زادت عن حدها بتتقلب لضدها. بمعنى الاعتدال مطلوب في كل شيء في كافة الامور يا جماعي. يعني التوم برضو ما نكترش منه زي ما قلت لكم مرة اسبوعيا مرتين بالكتير في الاسبوع. اه تمام كده? لان طبعا كتر التوم ممكن يعمل زي تسامم في الجسم او حاجة لقدر الله يعني. فما نكترش برضو ايه من التوم اول. اه تمام? طيب فيه حاجة تاني. اه اللمون ازاي نعرف ان مسلا دي الجرعة المناسبة. بصوا يعني تحطوا التوم واللمون بحيس انكم لما بتيجوا لما تدوقوا المية تحسوا ان المية تعمها ايه معتدل. اه تمام كده طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اه بجد الفيديو مهم جدا مش مهم عشان اه يعني عايز اعمل مشاهدات وخلاص زي ما فيه ناس بتقول لا بجد الموضوع ده مهم جدا جدا يا جماعة. موضوع التوم وفي الفترة اللي احنا فيها دي التوم مع اللمون مهم جدا. وبقولها للمرة المليون. مهم جدا في الفترة اللي احنا فيها. الفترة الانتقالية اللي هي بين الصف الشطة. برضو فترة تغيير الريش. مهم جدا برضو انكم بتحطوا الخلطة دي. فياراب بجد الفيديو يكون عجبكم. وياريت تعملوا لي شير اه يعني للفيديو وعند اصحابكم وعند كل اه حد تحسوا ان هو ممكن استفاد من الفيديو علشان الناس تستفاد زي ما انتم استفدتم. وياريت بقى ما تنسونيش من اللايك وتما تنسونيش بجد بدعوة حلوة بظهر الغيب. ولو مش مشتركين عندي ياريت يشرفني طبعا اشتراككم عندي دوسوا على الزرار الاحمر اللي هو مكتوب عن الكلمة اشتراك هيطلع لكم جرس دوسوا على الجرس هيطلع لكم تلات اجراص دوسوا على اول جرس عشان يوصلكم مني كل جديد انزلوا يعني. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.